فجأة الناس صحيت وبتقلب في النت لقيت خبر بيقول ان اشهر بلطاجي في مصر صبري نخنوخ اشترق اكبر شركة امن في مصر وواحدة من اكبر شركات الشارع الاوسط في المجال ده اللي هي شركة فالكون فالكون دي شغالة في كل حاجة لها علاقة بالامن زي الحراسات سواء للشخصيات او مؤسسات ونقل الفلوس وتأمين المنشآت وهكذا بالتالي لما تدي مفاتيح الشركة دي لواحد بلطاجي بحكم محكمة يبقى في حاجة مش نضيفة بتطبخ او النظام عاوز يوصل لنا رسالة مش تمام ايه حور نخنوخ وفالكون وايه خطرته وليه ممكن النظام يكون عمل الحركة دي هيا بنا نشوف في اوائل 2014 في خبر انتشر بين الناس ان في في عبده اختروها كأم مثالي في في عبده بتاعت مصر مذكورة في القرآن يا ولاد التيت ودي كانت اشارة من بادر قوي يعني بتقول لنا الاشكال اللي مسموح لها تظهر وتبقى هي النخبة الجديدة في النظام الجديد ايه؟ طبعا كان فيه رسائل كتير بعد كده اكدت الخط ده منها مثلا العفو الرئاسي اللي طلع لهشام طلعت مصطفى اللي صدر ضده حكم نهائي في جريمة قتل سوزان تمين بلو تسخير الجيش عشان يحلله خلافاته مع جرانه في السحل الشمالي اللي هو النظام بيقول انا بتاع التلين القتلى والمجرمين والرقاصات وبس واللي مش عاجبه السجن موجود وبنبني سجون جديدة كمان بس هتفضل رسالة النظام المتمثلة في صبر نخنوخ هي اهم رسالة في الاتجاه المجرم ده نخنوخ بدأت معرفتنا بيك مصريين يعني على الملأ وفي الاعلام يعني ايام مرسى الله الرحمن لما كان فيه حالة بلطجة وانفلات امني واهمال من الدخلية لشغلها وكان واضح ان الهدف من ده كله افشال مرسى كتر وقتها الكلام عن شبكات بلطجة منظمة معمولة من عهد مبارك كانت عيشة على الفساد والتجارة في كل حاجة مشبوهة منه وخدرات ودعارة واثار وغيره وظهرت للعلن ايام الثورة وبعدها شبكات البلطجة دي حصل عنها كلام برضو ايام المدابح اللي حصلت بعد التنحي مبارك وتولي المجلس العسكري زي محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها ومن ابرز التصريحات المعلنة من سياسيين مهمين بخصوص الشبكات دي لما ابو العيلة ماضي رئيس حزب الوسط قال صراحة في مارس 2013 ان المخابرات عندها شبكات من 300 الف بلطجي منهم 80 الف في القاهرة بس وقتها كانت احداث العنف زادت ايام مرسي فابو العيلة ماضي قال ان البلطجية دول ظهروا في احداث الاتحادية الشهيرة في اوخر 2012 وقال كمان ان شبكات البلطجية دي المخابرات عملتها وسلمت الاشراف عليها للمباحث الجنائية وبعدها استلمتها امن الدولة من قبل ثورة يناير بالتزامن مع كلام ابو العيلة ماضي كان الدكتور محمد البلطاجي داخل في مشكلة كبيرة مع واحد من زعماء البلطجية دول اللي هو صابري نخنوخ اللي بعد كده هيبقى من اهم الاسماء في مصر طصة البلطاجي مع نخنوخ بدأت من بدري في 2012 وتحديدا من مجزارة استاد بورسعيد لما ناس غمضة لغاية دلوقتي محدش اعرف عنهم حاجة ظهروا في الاستاد بعد مبارات الاهلي والمصري وقاتلوا اكتر من 74 شاب من المشجعين بعدها حصلت اشتباكات حوالين وزارة الداخلية وقتها البلتاجي اتدخل هو وبعض السياسيين والنواب لوقف الاشتباكات دي لكنه لاحظ ان رغم محاولاتهم ورغم استجابة المتظاهرين اللي ان فيه عناصر فضلت تضرب نار على الداخلية فالداخلية ردت بالتالي البلتاجي استنتج ان فيه طرف حريص على استمرار الولعة وطبعا كلنا فاكرين ان من بعد تنحي مبارك ظهر مصطلح الطرف التالت اللي كان بيظهر فجأة في الاعتصامات والمظاهرات ويشعل للدنيا البلتاجي كان اول واحد اتكلم صراحة عن صبري نخنوخ وقال انه زعيم البلتاجية في مصر وهو اللي بيورد البلتاجية لأي حد واي جهة عندها طالعة محتاجة فيها طرف تالت البلتاجي قال كمان ان من ايام صورة يناير واعتداءات البلتاجية على ميدان التحرير واسم نخنوخ كان بيتردد دايما كمورد للبلتاجية لكن لما حصلت الاشتباكات اللي في المظاهرات اللي بعد مجزارة ستاد بورس عيد البلتاجي سمع اتاني اسم نخنوخ كمورد للبلتاجية برضو عشان كده طلب لقاء مع مدير الامن العام وقتها في الداخلية اللي البلتاجي سأل وقال له تعرف نخنوخ فرده وقال له طبعا اكبر مورد بلتاجية في مصر اللي بقى لحسألت السيد بوسعى المزيرة الداخلية اللي واقع من جميع المسؤول الامن العام في الاجتماع بتله في اسم فلان فلاني صبر يا حلمي نخنوخ ماذا تعلم عنه وقتها زي ما فهمنا بعد كده كان السيسي واجهزة الدولة بيسيروا مرسي والاخوان لغاية ما المؤامرة تكمل ويسقطوهم عشان كده الداخلية اشتغلت بجد ضد حالفها السابق نخنوخ وجريدة صوت الامة عملت موضوع كبير قالت فيه ان نخنوخ هو اللي عمل الفتنة الطائفية اللي حصلت في مبابا بعد صورة يناير بتحريد من سوزان وعلاء مبارك وفي 2012 الداخلية هاجمت على فيلا نخنوخ في كينج ماريوت وقبضوا عليه هو وناس من رجالته بس قبلها كانت الداخلية برضو اشتبكت مع مجموع من رجالته في كذا مكان وتقتل بعضهم لما الشرطة اقتحمت الفيلا اكتشفوا عالم سري غريب فيه كل حاجة ليها علاقة بالاجرام والدعارة لقوا مخدرات ومنشطات جنسية واسلحة قالي مش مترخصة وبنات ليل وقوض بتستخدم للدعارة وفلوس كتير بالدولار وبالجنيه دول حتى لقوا حيوانات مش أليفة وسود ونمور اللي هو فيلم أمريكاني عن المافيا صعبة تتخيله انه موجود في مصر اللي كان لفت للنظر وقتها انه نخنوخ بالتجميع اللي عملها في بيته دي لكل اشكال الاجرام كان عايش متطمن ومرتاح ووضح انه ما كانش يموت خيل ان الدولة تقلب عليه وتعتقر اللي كان مفاجئ برضو ان عدد كبير من فنانين وإعلاميين مصريين قاعد يقولوا شاعرف نخنوخه وطيبة قلبه وجدعانته بالتالي اكتشفنا ان اللفن دي مش مجرد بلتجي لا ده كمان عنده علاقات بأغلب الفنانين والإعلاميين جدعانة هو ربنا هو جدع لسا الحد النهاردة بتقول عنه جدع المهم اتحاكم نخنوخ ورح البلتاجي كشاهد وخلال محاكمته اعلام الدولة العميقة هو اللي كان بيكشف فضايحه زي اليوم السابع وغيرها وفي 2013 اتحاكم عليه بالمؤبد في تهم كلها تتعلق بإدارة أنشطة إجرامية وشبكات بلتجة وغرامة 10 تلاف جنيه بتهمة حيازة أسلحة آلي بدون ترخيص وبعدها بشهر حصلت مظاهرات 30 يونيو العظيم وبعده انقلاب 3 يوليو وجه السيسي اللي كان الأول بيحكم من ورق ستارة يا عدلي منصور وفي 2014 عمل انتخابات رئاسية وكسبها وفي نفس السنة خلال حكم السيسي محكمة النقض أعلى محكمة في مصر رفضت الطعن اللي دفعنا خنوخ قدمه يعني أعلى محكمة في مصر سبتت الأحكام اللي عليها وده اعتراف بحكم النقض ان الراجل ده بلتجي وبيدير شبكات بلتجي بعدها بشوية طبعا الشعب كله شاف الوش الحقيقي للسيسي ونظامه وتحس ان الراجل ندم على كل الحاجات اللي كان شكلها كويس اللي عملها من باب المنظر يعني أو الضحك على مرسي والإخوان قبل الانقلاب عشان كده في 2018 السيسي طلع عفو رئاسي عن نخنوخ العفو ده كان ضمن 330 سجين وكان وقتها صدمة للقوى السياسية اللي دايماً بتطالب بالعفو عن المعتقلين السياسيين فالسيسي قال لهم بالعند فيكو العفو أغلبه عن البلطجية والجنائية وخرج نخنوخ بعفو رئاسي من أحكام سجن نهائية 28 سنة ورجع أقوى من الأول ورجع الامبراطورية بتاعته من تاني وتوسع فيها كمان وبقى يسافر وبيروح وبييجي عادي جدا بينما البلتاجي واللي زيقه في السجن وبقى نخنوخ بيستعرض قوته والعربيات اللي بيملكها والأسلحة اللي عنده ويشارك في الأفراح وبينقط مبالغ كبير الفم المليان في أي مكان الفاشة الكبير بتاعنا على مستوى بص كنج مصر صبر مانا خنوخ كنج مصر ألدو صبر مانا خنوخ روماني مانا خنوخ سامي مانا خنوخ شريف مانا خنوخ الراجل الكبير المخ اللي عدل عكم بيطر المخ اللي عدل عكم بيطر الشهان مانا خنوخ والراجل الكبير بتاعنا المعد السعيدة خنوخ من قول أحمد بسعد وش السعدة على مصر سيادة اللواء سيادة اللواء سروة في إمانوي أمن وعمل مصر التنجي بيقولي عالده سيادة اللواء سروة في إمانوي ده أسد الدخنية أسد الدخنية شايف تحالف الأمن مع البلطاجين لواء الشرطة قاعد على الكرسي اللي جانب زعيم البلطاجين المهم رجع نخنوخ يعمل كل حاجة بتقول أنا موجود يا بشر غاصب عن أي حد طب والأحكام النهائية وشبكات البلطاجة والدعارة والمخدرات اللي أثبتها وأكدها حكم نهائي من محكمة النقط خلاص كله بقى بالح وفضل نخنوخ عايش حياته بالطول والعرض لغاية ما فوجئنا من ساعات بخبر بيقوله أنه اشترى أكبر شركة أمن وحراسة في مصر ووحدة من أكبر شركات الأمن في الشارع الأوسط وظهر نخنوخ البلطاجي في الأخبار تحت وصف الرجل الأعمال شركة فالكن دي قصة الوحدة اتأسست في 2006 وعندها عقود مع مؤسسات وجامعات وبنوك وشركات ومنتجعات وأي حاجة بتستخدم حراسة خاصة عقود بـ 2 مليار جنيه ومع ذلك نخنوخ اشتراها بـ 3 مليون جنيه بس اللي هو تحس أنه أخدها هدية أو حد قرر يديها له هدية ويمكن عشان يغطوا على النقطة دي الأخبار قالت أن النخنوخ اشترا الشركة بالتمن البخص ده لأنه يعني هيدفع كل ديونها اللي هي 120 مليون جنيه بقولك شركة عندها شغل بـ 2 مليار جنيه فيعني إيه ما يديونا بالمبلغ ده الفكرة أنه بقى عندنا أكبر بلطاجي في مصر بيمتلك أكبر شركة أمن وإحراسات في البلد يعني الجملة دي لوحدها تقلي بالبطن بس الأخطر هو تفاصيل شغل الشركة دي والمميزات اللي هي بس دونا عن كل الشركات التانية واخداها من الدولة فالكن هي الشركة الوحيدة اللي مرخص لأفرادها أن هم يشيلوا جنب السلاح العادي بنادق خرطوس وهي الشركة الوحيدة في مصر اللي عندها غرفة عمليات مركزية شغالة بتنسيق مع وزارة الدخلية خد بقى تقيلة الشركة دي هي الوحيدة اللي عندها قوة انتشار سريع يعني قوة خاصة بتتدخل وقت الأزمات ومسموح للقوة دي إنها تنتشر في الأماكن اللي بتحرصها فالكن لو حصلت فيها مشاكل إحنا تعودنا لمستلح قوة انتشار سريع ده بيشتخدم مع الجيوش النظامية أو الشرطة لكن مع شركة أمن جديدة دي الشركة قبل ما يشتريها نخنوخ كانت مملوكة لعدة جهات الإعلام ما نشرش منهم غير جهة واحدة بس ويا البنك التجاري الدولي سي آي بي جنب البنك ده فيه كلام منتشر من زمان إن الجهات السيادية المصرية إياها مشاركة فالكن يعني المخابرات ومديرها السابق هو اللوى خالد الشريف وكيل المخابرات الحربية سابقا يمكن بسبب علاقتها بالدولة والإمكانيات والمميزات اللي ممنوحة لها يعني فالكن من زمان بتاخد جوائز دولية في مجالها زي شهادة من اليونسكو وزي اعتماد من الأمم المتحدة هي شركة الأمن المصرية الوحيدة للوختها والشركة في عهد السيسي تمددت واشتغلت في كل حاجة وانضم لها اللواءات جيش وسرطة سابقين بقوا أغلب قيادتها يعني البلطاجي نخنوخ بقى شغال تحت إيده لواءات سرطة وجيش ومخابرات يا حلاوة الشركة كمان تمددت في مجال السياحة وإدارة المشروعات والتسويق الرياضي بس أخطر حاجة فالكن حطت إيدها فيها هي الإعلام لأنها في 2017 وبشكل مش مفهوم اشترت مجموعة قنوات الحياة بتاعت السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق وتقال وقتها أن الدولة عقبة البدوي بإجباره على أنه يبيع قنوات الحياة لفالكن لأن في نواب من حزب الوفد اعترضوا على التنازل عن تيران وصنفير للسعودية المهم بعد ما نخنوخ اشترى الشركة اجتمع مع المديرين اللي فيها والإعلام غطى الاجتماع وكرر وصفه برجو الأعمال والحقيقة أن دي لقطة يعني ما ينفعش تعدي لأن واضح أننا دخلنا خلاص مرحلة جديدة النظام غير طريقته فيها من الاستعانة بالبلطاجية في السر لتعينهم في مناصب مهمة وتمكنهم من أسواق مهمة زي سوق الأمن والحراسة ونقل الفلوس والسياحة والإعلام وغيره لو كان على الإعلام والسياحة وأي بيزنس تاني فإحنا للأسف اتعودنا على سيطرة أجهزة الدولة خصوصا الجيش والمخابرات على مفاصل الاقتصاد بس إن النظام يمسك أكبر شركة أمن والوحيدة اللي عندها كل الامتيازات اللي حكيناها اللي بلطاجي بحكم محكمة نهائية فده مؤشر خطير بيطرح سؤال مهم هل وارد إن الشركة دي هي اللي تتصدى للشعب لو حصل انفجار شعبي بسبب الأزمة الاقتصادية زي ما توقعات كتير بتقول الحقيقة إن الإجابة وارد جدا تكون أيوة ومش هكون أول مرة ببساطة لأن فالكون منتشرة في كل شبر في مصر لأنها بتحرص أكتر من 15 جامعة وتقريبا كل السفرات وكل البنوك الكبيرة وأغلب المنتجعات والكمباوندات وحاجات تانية كتير يعني ممكن جدا لو حصل انفجار شعبي نتيجة الوضع الاقتصادي تلاقي قوة الانتشار السريع بتاعة فالكون اللي تحت قيادة بلطاجي خبرة هو نخنوخ هي اللي بتتصدى للشعب وساعتها الدولة وأجيزتها هيبقوا برة للاتهاب لأن اللي بيدب في الناس شركة أمن خاص ودي خطورة بيع شركة فالكون اللي بلطاجي بحكم قضائي زي نخنوخ التطور ده معناه بالبلدي كده إن الدولة قررت فعليا إنها تتحول لعصابها وخلاص مش هتكلف نفسها بقى إنها حتى يعني تتجمل أو تلاقي تبرير لقمع الناس زي ما كان بتعمل قبل كده لما كانت تقتل وعند تقولك ده اللي قتلناهم دول إرهابيين اشتبكوا مع الأمن الفكرة هنا إن إحنا دلوقتي بدأنا إجراءات الانتخابات الرئاسية الانتخابات اللي النظام واضح جدا إنه قرر يطبخها بعنده غشومية ممكن تعمل الانفجار الشعب اللي يمنقر توقعاته ده خصوصا وإن النظام هيعمل إجراءات اقتصادية صعبة جدا بعد الانتخابات إجراءات هو محتاج لها زي تعويم الجنيه وبيع أصول جديدة وإلى كله هيخصف الأرض بالجنيه أكتر ما هو مخسوف واللي هيدفع التامن كالعادة هو المواطن الغالبان الحقيقة اللي حصل في حوار نخنوخ وفالكن ما كانش يخطر على بال حد برغم إننا كلنا متأكدين إن نظام السيسي مختلف عن أي نظام حكم مصر حتى في البلطاجة والقمع كده مصر بيحكمها نظام بلطاجي حرفيا بيدرب الناس ببلطاجي رسمي واللي ليه شوق في حاجة بقى يعملها ونشوفكوا على خير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر